للنقل المباشر لفقيد الجزائر الشيخ الفقيد الطهر أيت علجة الذي سيوار أثر في ساحة مقبرة عيسة دير بابن مسوس مقابل المستشفى إذن وفته المنية في ساعة متأخرة من ليلة أمس عن عمر نهز المئة وستة سنة حسب ما أعلنت عنه وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إذن مراسم تشييع جنازة الفقيد فقيد الجزائر العلمة الشيخ الطهر أيت علجة سيوار أثر بعد لحظات من الآن في ساحة مقبرة عيسة دير بحضور جمع من الطاقم الوزري إذن كما تتبعون مراسم تشييع جنازة فقيد الجزائر العلمة محمد طهر أيت علجة التي وفته ألمانية في ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء عن عمر نهز المئة وستة سنة وكان المرحوم طهر أيت علجة يرقد بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة بعد تردي وضعه الصحي أين قام وزير الشؤون الدينية والأوقاف بزيارته الأثنين بمستشفى مصطفى باشا والإطمانان على وضعه الصحي لينتقل إلى رفيق الأعلى في ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء عن عمر نهز المئة وستة سنوات إذن يحضر جنازة الفقيد كل من الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن بالإضافة إلى وزير الاتصال وزير الشؤون الدينية والأوقاف إذن سيشيع بعض اللحظات بمقبرة بنيم السوس إن لله وإن إليه الرجعون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مع العلامة محمد الطهر أي تالجت الذي وفته المنية ليلة أمس عمر النهز المئة وستة سنة يذكر أنه من موليد الف وتسعمائة وسبعة عشر شيخ وداعية ورئيس اللجنة الوطنية للفتوى ورئيس نجنة الأهلة والمواقيت الشرعية بالجزائر حفظ القرآن في سن مبكرة على يد والده درس في العديد من الزوايا عبر ربوحي الوطن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر